موسيقى أجدد الترحيب بكم مشاهدنا الكرام نحن الهواء مباشرة في تغطيتنا الخاصة والمباشرة والمفتوحة على الحرب التي تشن على غزة هناك من وصف هذه الحرب للحرب القذرة على مدنيين أكثر ضحايا هذه الحرب هم من المدنيين نساء وأطفال ومسنون مشاهدنا الكرام المساعدات متزال أو المجهودات متزال تبذل في الوطن العربي وكذلك في العالم من أجل مساعدة أهل غزة لرفع الحصار عنهم ولكن قبل الوصول إلى هذا القرار الذي ينشده العالم فإن هناك قوافل من الإنسانيين خليني نقول هكذا أحسن للوصول إلى هناك من المسعفين من الأطباء من الممرضين من الذين يحملون معهم مساعدات غذائية كذلك بالنسبة للأجهزة وما إلى ذلك سنشاهد مشاهدنا الكرام هذا المشهد لوفد بريطاني عازم على الانتقال إلى غزة لمد يد العون لأهل القطاع أموما موسيقى موسيقى هذه المشكلات. أخبرها، جميع المشكلات. سحب. كثيرًا. أخبرها؟ أخبرها؟ كثيرًا. من المشكلات في الغربة لغة رغبية ولا أحد أن يكون لدينا مستخدمات سوارة للعرض. بما في الوصف آر بجمال المشكلة ومعجناة والسخرى لخطة المدينة المجلسة الأسفلية والمجلسة التي أستخدمها من أرئيساً من من ثماننا المدينة التمتعين من تحيات المدينة يمكن تخزوج الإخوة المدينة وزورة مدينة إضافة النتائية ولكن الناس الحالية سي emerge أسفل التح 셋يش إلى المدينة الأسفل، الهواء وش艾كري هؤلاء الأشياء المهمة للتحقيقية نحن ندخلها مجددا و نستطيع أن نذهب لأحيان المدينة لأجراء أي مجموعة من المنطقة يجب أن نكون لحالياًً لذلك يجب أن يجب عليها بشكل جديد في 24 نفسه في الالغة السلام عليها قد نفسه لا يوجد احداً لديها مرتفعة مرحبت هل هناك مرة لديه؟ ماذا؟ لدينا مجرد من الأعلى إذا كان هناك أشخاص يحتاج إلى هذا المساعدة ونحن نفيدهم ونحن نفيدهم فلنهم سنرى إلى برطان لتعبير مجرد من أجل المساعدة ونحن نفيدهم ونحن نفيدهم نحن نضيفهم إلى جازة ونحن نفيدهم إلى جازة وعرف أيضًا عن العام والزياري إذن مشاهدنا الكرام كان هذا جانبا من وفد بريطاني عازم على الانتقال إلى قطاع غزة لمدية العون لمن هم في أمس الحاجة بل في مسيسها للمساعدة الطبية خصوصا طبعا هم سيسافرون أعتقد غدا أو بعد غد للالتحاق بقطاع غزة عبر مصر أعود لك سيد نواف للذين التحقوا بنا الآن أذكر بأن ضيفنا الكريم في الستوديو سيد نواف التاميمي وهو باحث وكاتب فلسطيني سيد نواف مثلما لاحظت ووقفت عليه أنت مسيرات اعتصامات لا أقول بالمئات بالألاف وأنتقد شاهدت ذلك في لندن في فرنسا أيضا في دول اسكندنافية كنا الآن نشاهد وفدا وهو عازم الانتقال إلى غزة لكن رغم هذا المجتمع المدني رغم هذا النشاط الحكومات مواقفها لم تتبدل موقف البريطاني موقف فرنسي يعني لا إي مدى هذا المجتمع المدني لم يحقق الهدف المنشود وهو تغيير مواقف حكومتهم لا أنا أعتقد شوف قياسا بالسنوات الماضية وقياسا بالأحداث الماضية يعني هذا الرأي العام وتحركات الرأي العام تحدث الآن اختراقات مهمة داخل المؤسسات السياسية الحاكمة وانت لا تنظر إلى هذه الاختراقات وكأنها مرة أخرى يعني مرة بشكل مفاجئ ستتحول الحكومة البريطانية ليس بهذا الشكل إلى حكومة فيدل كاسترو لا ولكن عندما تلاحظ يعني قبل سنوات أنا أقول لك قبل على الأقل عشر أو خمس عشر سنة كان لا يجرؤ سياسي بل حتى ربما إعلامي على انتقاد إسرائيل طبعا في الولايات المتحدة كانت القصة مختلفة تماما لم يكن يجرؤ أحد على حتى السؤال عن قصة لماذا نقدم مساعدات لإسرائيل الآن الأصوات بدأت حتى تتساءل عن مشروعية هذه المساعدات الضغط بدأ وأنا أقول لك يعني استكمالا لما رأيناه في التقرير اليوم اليوم قدمت عريضة من نائب بريطاني سيد موريس وهو من منطقة درم يعني في شمال شرق بريطانيا موقع عليها 18 ألف شخص تطالب رئيس الوزراء البريطاني بتحريك ما يسمى المستشفى العائم وهي يعني باخرة أو قطعة بحرية تابعة لسلاح البحرية الملكي البريطاني بتحريكها باتجاه شواطئ قطاع غزة من أجل أن تقوم بمعالجة الجرحى هناك هذا النداء أنا أعتقد بأن رئيس الوزراء البريطاني لو استطاع أن يتنكر له يعني أو يتجاهله ستكون هناك مشكلة يعني حقيقية بالنسبة له خاصة وأن تململات كثيرة في أوساط حزب المحافظين يعني بدأت تظهر على السطح ليس أولها استقالة يعني الوزيرة في الخارجية البريطانية سعيدة وارسي وليس آخرها يعني ما يجري أو داخل القواعد الحزبية إلى درجة أن أحد النواب يعني كتب إلى ديفيد كاميرون يقول بأنني تلقيت 500 رسالة إيميل يعني إلكتروني من الناخبين في الدائرة الانتخابية التي أتواجد بها يتساءلون عن الدور المخزي لحكومتنا إذا ما يجري في غزة هذا التحول في الرأي العام البريطاني كما قلت لك هو ما دفع إسرائيل اليوم لكي تشتري صفحة تشتري صفحة في جريدة القارديان تضلل فيها الرأي العام البريطاني عما يجري في غزة ولكن ما شاهدناه من مظاهرات تجوب شوارع لندن بمئات الألاف وتجوب شوارع حتى ألمانيا التي لم يكن يجر قبل سنوات شخص أن يفتح فمه باتجاه إسرائيل خوفا من تهم النازية عقدة الهولوكوست وعقدة المعادات السامية والآخرين وجدنا الآن مظاهرات يومية في كبريات المدن الألمانية في الولايات المتحدة الأمريكية إذن أنت تبني أنت تبني خلال سنوات وهذا التحول كما قلت لك جاري وواقع وإسرائيل تشعر فيه أكثر منها المخجل في الأمر المخجل حقيقة في الأمر أن هذا التحول في الرأي العام الغربي أن هذا الحراك الرائع في شوارع العواصم الغربية والأوروبية وفي شوارع الولايات المتحدة الأمريكية يقابله صمت القبور في العواصم العربية بالضبط صمت مخزي صمت مخجل وكأن هذه الدماء التي تسيل في قطاع غزة وكأنها يعني لا ثمن لها ولا ذنب لها ولا شيء مؤسف جدا ولكن أنا أقول بأنه يعني لابد أن الشعب العربي هذا مرة أخرى سيقفز من سباته وسيصحو من هذه الحالة وسينطفض كما فعل في سنوات سابقة رغم أن انتفاضاته وتوراته سرقت منه ولكن أنا متأكد بأن هذا الشعب لن يغفل مرة أخرى أذكر مشاهدنا الكرام بأننا نجد صعوبات جمّة للاتصال بالناشطين الحقوقيين الناشطين الميدانيين المحللين السياسيين من قطاع غزة وكذلك من الضفة الغربية ونحن الزملاء يحاولون الاتصال بالضيوف حتى نثري النقاش لكن فقط أشير مشاهدنا الكرام بأن الهلال الأحمر المصري كان قد أصدر وثيقة ووزعها على دول وعلى منظمات وجمعيات ووكلات تريد تدعيم أو تريد دعم الفلسطينيين لكن هذه الوثيقة الناظر فيها يرى أنها فيها شروط قاسية جدا دعوني أقرأ بعض من هذه الشروط الواردة في هذه الوثيقة التي هي كما قلت تابعة للهلال الأحمر المصري كذلك سيد النواف خليك حتى تتعلق عليها هذه الشروط ضرورة أن يكشف طلب إيصال هذه المساعدات تقديم الطلب المقدم لأنواع وكميات المساعدات لميناء الوصول سواء كان ذلك من خلال ميناء بورسعيد أو مطار الإسماعيلية الجو بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الأشخاص الذين يتولون مهمة إيصال هذه المساعدات مين هدول كما حددت هذه الوثيقة حسب رئيس الهلال الأحمر طبيعة مواصفات هذه المواد إيش هي المواد وكذا وزنها بالإضافة إلى كون أنه يتعين على الجهة المساعدة عدم التعامل مباشر مع المنظمات أو مختلف هيئات المجتمع المدين قبل أن توفق وزارة الخارجية المصرية عليها كما تتحمل الجهة أو الدولة المساعدة مصارف التفريغ والنقل والتوزيع تشترت الوثيقة المصرية حسب رئيس الهلال الأحمر الجزائري إرفاق الشاحنات المرسلة بالمستنادات التي تحوي شهادة المنشأ وشهادة صلاحية بتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء فطورة بأصناف هذه الإعانات ويجب أن تحمل خطاب إهداء هذه الجملة مهمة جدا يجب على هذه الشاحنات وهذه القواف التي تصل إلى مصر يجب أن تضاف هذه الجملة خطاب إهداء للهلال الأحمر المصري لإرسال الشعب الفلسطيني من الجهة المانحة منع إدخال ضمن المساعدة أنواع السيارات يعني شاء الأهل غزة يريدين سيارات منع إدخال ضمن المساعدة أنواع السيارات عادة الإسعاف الطبي ومواد البناء بجميع أنواعها وأيضا المساكن الجاهزة هذه ممنوعة والسماح لعدد محدود من المصاحبين للمساعدات القادمة من خلال القواف الأثناء عبوره إلى قطاع غزة ماذا تعلق لهذه الشروط يعني كما قلنا هذا أمر مؤسف حقيقة يعني هذه ليست من طرف أجنبي طرف دولة أو من طرف مصري نعم يعني هذا أمر مؤسف أنه يتصرف الأشقاء يعني بهذه الطريقة ولكن كما قلنا يعني لم يعد خافيا أساسا بأن لا أريد أن أقول مفاوضات ولكن هناك مباحثات حميمة أيضا أو يعني مباحثات مفصلة تجري أيضا في القاهرة مع الجانب المصري بخصوص معبر رفح وبخصوص كيفية تنظيم دخول كل هذه المساعدات ولاحقا حركة الأفراد عبر المعبر أنا أعتقد بأنه ما يجري الآن في القاهرة سيحل كل هذه المشاكل وربما نكون على يعني أبواب فجر جديد بحيث أن هذه المشاكل تحل وأبين أن أيضا لا يعود البر المصري هو المخرج الوحيد أو الرابط الوحيد لأهل قطاع غزل حوالي مليوني شخص مع العالم الخارجي بل يكون لهم الحق في إعادة تشغيل المطار الذي دمرته إسرائيل منذ سنوات واستكمال البنى التحتية للميار طيب على ذكر البنية التحتية السيد نواف على ذكر البنية التحتية لماذا العرب فقط فالحون في إعادة الإعمار وتقديم التبرعات منذ يومين قرأتوا أن الجمع العربية ستعقدوا جلسة لدراسة قضية إعادة الإعمار طيب كلما تدمر إسرائيل المباني والبنية التحتية في غزة يأتي العرب ويبنون من جديد طيب برك الله فيكم أنتم تبنون لكن إلى ما تع لماذا هم عاقبوا العراق وقالوا أن لا بد عليها أن يدفع الخسائر التي تسببها في الحرب ودفعت المليارات لأقل ملايين للكويت والدول المجاورة لماذا لا تعاقب إسرائيل أيضا لماذا العرب فقط هم مستعدون لدفع المبارغ المالية ماذا يريد أهل الفلسطين يريدون المال أعطيهم ملايين من المال ماذا يريد أبنون لهم أحياة سكنية هذا حي سعودي وهذا حي قطري وهذا مستشفى إماراتي لكن إلى متى والعرب في هذه الدائرة يدرون فقط مسألة التبرعات ومسألة إرسال وهذا طبعا مؤسف لأنه يدل على أن هذه الأنظمة العربية ولا نريد أن نقول العرب نقول الأنظمة العربية لازالت تعاني من أزمة أو من ضيق الأفق هذا المزمن أنا أسميه مرض مزمن هذا ضيق أفق مزمن وكل النكبات وكل الكوارث التي تلاحقت منذ مئة سنة على الأقل على هذه الأمة هي بسبب ضيق أفق هذه الأنظمة التي لم تعد قادرة على أن ترى على الأقل يعني للأمام خطوة أو للأمام يوم واحد ولكن تتصرف بطريقة يعني بطريقة المشكنات وبطريقة حل المسائل على طريقة يعني العشائر العربية قديما بأعطيه ألف دينار يا صبي وإلى آخرين وهذه كما قلت هذه حيول لم تعد تجدي وهذا ما أوصل المنطقة العربية إلى ما نحن عليه الآن دول تتفكك الآن نبات شيطاني يجداح المنطقة العربية وإسرائيل تتوغل وتوغل في اعتداءها على الشعب الفلسطيني ولكن كما قلت أعلنوها على فكرة يعني الإخوان في الوفد الفلسطيني وفي فصائل المقاومة قالوها بالملأ نعم الشعب الفلسطيني نكب نعم الضرب قوية نعم 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 ولكن نحن لا نحتاج للعرب فقط لفلوسهم طيب الآن مشاهدنا الكرام مرحب منظم سعد وعقبة الإعلام الجزائري الماروسة سعد أعرف أن سؤالي هذا لا بد أن يطرع على الطرف المصري خصوصا لكن طالما أنك جزائري أريد فقط كيف تفسر هذا الأمر لمساعدات الجزائرية تجد صعوبات جمة من أجل أن تصل إلى أهل غزة هناك شروط قاسية جدا هكذا وصفها أطراف ينشطون في الأحمر الجزائري لسنا ندري ما تفسير هذه الشروط المجحفة كيف ترى أنت كجزائر بالحقيقة الجزائر لم تكن جادة في الضغط على المصريين لإيصال المساعدات لأن لو كان ربط على فتحة مع المصريين في هذه المرحلة الخطيرة لتشاهدها مصر بضرورة مساعدة الفلسطينيين في هذا كانت الأمور كانت مصر تستهيب للجزائر أو على الأقل ترفع للجزائر الحرج عنها أما أنها تقوم بما تعتبره واجب ثم تسكت إذا كان واجهة صعوبات فالأمر يتعلق بكمن جاتي البنو من خبيطات ثم هذا به يكون الموقف مطابق للموقف المصري وكبه على نفس الحرج قال هذي درتوا المصريين هم السبب ولكن حتى جزائر ليس الجابة في مساعدة حقيقية المصريين للفلسطينيين والقليل على هذا أن المساعدة المصري حول لدها للجابة العربية والصد الفلسطينية وليس إلى إدارة الغزاويين ولكن بطريقة غير مباشرة أستاذ سعد أيها الجزائريون لا حاجة لنا بطبرعاتكم ومساعداتكم طالما هي لا تصل من يقولوا هذا الكلام الفلسطينيين بطبيعة الحاضر هم يقولوا هذا الكلام هذا الفلسطينيين بطا في غضب وعند بحق يغضبوا على الجزائر خصوصا من الجزائر من الجزائر التي كانت طالب من 65 ويتطالب بحرب شعبية وليس حرب أغرية ونشوفه في 67 من المرحوم بمجين طلب من عبدالداصر أنه يطب كل جيوش الإسرائيلية تصل حتى للطائرة ويجيو لحرب شعبية وننهيو المشكل من الأساسه الآن ولا الفلسطينيين يتبطوا في قريض الحرب الشعبية وتبطوا في جنوب لبنان حزب الله المشكور وتبطوا الآن في غزة ونتمنى قريبا إن شاء الله ستغذر رمضة وليس يحاول الآن جمعة أبو مغل ترميم غزة نتمنى أن رمضة هي تتغذر وليس العكس يعني اللي يحدث حقيقة الآن نجم نقول أنه ميلاد مبدأ التحرير في فلسطين لولد الحقيقة منذ 60 سنة والعرب والفلسطينيين يقوموا بالكوراش تجاه إسرائيل الآن ويبدأ العمل الجدي صح يموتوا يموتوا يحيي الوطن يموتوا في الشاتات بلا سبب ماتوا في الحلوة والمية والنية والزعر والسطنبر الأسود وفي سيناء وفي الكويت وفي بغداد وفي يارمونك ماتوا مجانا الآن يموتوا على الأصل على الوطن والدليل على هذا أن المهتح عنده قيمة قيمة تحريرية كبرى أن إسرائيل تقول على الغزاويين تحت صوت الحماس وإرهابيين وإن دول لكن اضطرت للتفارض مع الإرهابيين عبر واسف مع الأسفل والواسفل المسيلي وهو كذا سيد سعد أبو عقبة الكاتب الصحفي جزيل شكر لكم كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف مشاهدنا الكرام نشاهد هذا المشهد وهو مشهد في حقيقة مروع لقصف الشديد القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف ليلا ونهارا طبعا أتحدث عن الفترة ما قبل التهدئة كيف بالإسرائيليين يستهدفون كل شيء يتحرك لم يتركوا لا المساجد ولا المدارس ولا البيوت وكل شيء هذا ما سنراه الآن في هذا المشهد الذي يدوم ثوان معدودات موسيقى اشتركوا في القناة ومع ذلك مشاهدنا الكرام كما نقرأ ونسمع ونشاهد إن إسرائيل دائما تعيد والاستوانة المشروحة يقولون بأننا ننذر السكان قبل أن نمارس هذا القصف ولكن هذا الإنذار لا يدوم إلا ثوان ويأتي القصف ويباغت الأمينين مثلما كنتم تشاهدون في هذا المشهد المروع نساء الله السلامة لأهلنا في قطاع غزة جميعا نعود لك سيد نواف نعود دايما في إطار الجامعة العربية فإطارة دور العربي إلى متى وهو يدور في دائرة واحدة وأنا أتذكر السؤال أعرف أنه سؤال شوي بالنسبة للجامعة العربية زمان كانت الناس ستباكى على هذا الأسلوب والسلوب الشذب والتنديد والسلوب الاستنكار الآن الجامعة العربية منذ بداية هذه الحرب اجتمعت مرة واحدة ثم بعد ذلك تركت هذه الملفات كلها مبعثرة مرة الأمم المتحدة مرة الاتحاد الأوروبي دول الكبرى الآن ليس هناك من يتحدث عن قضية فلسطينية مثلما كنا زمان نعرف منذ نعيمة أدفارنا ونحن صغار أن فلسطين قضية مركزية تهم جميع أبناء الوطن العربية الآن لا كأن العرب يتكلمون عن كامبوديا جزر فيجي التاميل شوف أنا ألخص لك المسألة فتر هناك قيادة فلسطيني من القيادات الصف الأول في بدايات الثورة الفلسطينية قال مقولة شهيرة قال فيها في أرض المعركة إذا رأيت الجبان يتقدم ورأيت الشجاع يتأخر فاصعد على رأس تلة وقل إن في الأمر خيانة وهذا تمام حال الجامعة العربية إذا رأيت الجامعة العربية هذه المؤسسة المتهالكة المنهكة قل فيها ما تشاء إذا رأيتها تتقدم الصفوف فأعلم أن في الأمر خيانة يعني فقط أخي نواف حتى نلع المشاهد في الصور الجامعة العربية منذ سنتين قبل سنتين عقدوا جلسة عادية والاستثنائية في القاهرة من أبرز مقررات الجامعة العربية العرب الذين اجتمعوا لغاء الحصان إلغاء الحصار إلغاء النهائين رفع الحصار رفع الحصار رفع النهائين عن غزة هذا مونه سنتين طب هما باعتقدوا يعني أنه رفع الحصار يعني مجرد ورقة بيوقعها الأمين العام للجامعة العربية طب هو الآن دفعت أرواح وأبيدت أرواح كما يقال وهدمت منازل ودفعت شعب الفلسطيني منذ منذ سبع ثمان سنوات لحد الآن أكثر من خمس ألاف شهيد ما بين حرب 2008 وحرب 2012 والآن أكثر من ربما عشرين ألف جريح وخسائر مادية ليصل إلى طاولة المفاوضات مع هذا العدو الصلف من أجل أن يقول الآن عليكم ولا فرق بين أن تقول عليك أن ترفع الحصار وبين أن تستجدي رفع الحصار هذه أمة لا تفهم بأن هذا العدو وبأن هذا العالم أيضا لم يعد يفهم أو لم يعد يرغب حتى في سماع لغة الاستجداء هو يفهم ويقبل ويرضق لغة القوة كما قلت لك آخر مرة تحركت فيها الجامعة العربية وهذا اللانبيل اللاعربي تحرك فيها عندما رأيناه يذهب في وفد إلى البيت الأبيض من أجل أن يخبر الرئيس الأمريكي بأن الفلسطينيين مستعدين لمسألة تبادل الأراضي بمعنى عندما كان في الأمر كما قلت خيانة للحق الفلسطيني وللإنسان الفلسطيني لذلك أنا مطمئن جدا عندما أرى هذه المؤسسات وعندما أرى هذه الأنظمة مستكينة بعيدة أطمئن بأن الأمور تمشي أو تسير في الطريق الصحيح عندما راهت تتحرك تخشأ يعني أنا أقول لك وهذا انطباع شخصي مثلا أنا بالأمثل القريب عندما رأيت صورة لوجود توني بلير هذا رئيس الوزراء السيء الذكر هذا الشخص نعم قميء حقيقة عندما رأيته في مصر دب الرعب في داخلي لأنني أعلم بأن هذا الشخص أينما حل حل الفساد وحلت الكارث وحلت المؤامرات وحلت الضغينة وحلت الكره للحق الفلسطيني وللشعب الفلسطيني هذا كله الذي يحاول هو أن يظهره يعني بقفزات ناعني فبالتالي كما قلت لك هناك مؤسسات وهناك أشخاص عندما ترصد حركتهم في المشهد وتراهم بعيدا صحيح ينبغي أن تبقى يعني تراقب بهم ولكن تقول أن الأمور تسير في المكان الصح لو تدخلت هذه الجامعة العربية وقررت بتشكيل لجنة وهذه اللجنة شكلت لجنة ولجنة متابعة وبالتالي هنا تخشى كما قلنا بأن الدم الفلسطيني سيتم تحويله عبر هذه اللجان إلى مي جاري كما جرى في العادي ولكن الآن لا 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 لحنا بحاجة لا بياناتهم ولا لا استنكاراتهم ولا لا تشجبهم ولا بالعكس طيب نعود الآن إلى المفاوضة حتى نختم هذا المحور هناك أطراف سربت هذا البيان وزارة الخارجية المصرية تقول بأن الكثير من النقاط تم الاتفاق عليها بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي لكن فقط الوفد الفلسطيني تسرع لمغادرة المفاوضات وعادوا إلى المقاومة الجديدة هذا قبل حكيها قبل 72 ساعة الجديدة إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ لأنني أسألت أعزام الأحمد قال ليس هناك لا رتوشات صغيرة ولا اتفاق مع الطرف الإسرائيلي لماذا يصرح المصريون بما لن يكون؟ لا لا هو مش بس المصريين هو هناك كما قلت لك للأسف أن هناك أشخاص يعني كما يقال الإيغو الشخصي المصلحيون بالضبط يسبق المصلحة الوطنية ويسبق الحرص على المصلحة الوطنية فيتصدر الشاشات وكأنه هو أبو العريف وكأنه عارف بما يدور في حين هو أبعد ما يكون عن ما يدور يعني هناك شخصيات فلسطينية أنا استمعت لها تقول بأن في اليوم الأول من المفاوضات جاءت إسرائيل موافقة على مجموعة من النقاط ثم غيرت رأيها و مين اللي قال أنه ممكن المنطق يستوعب أنه هذا الإسرائيلي بكل صلفه وبكل غطرسته وبكل ما فيه سيأتيك من اليوم الأول ليقول لك آه والله أنا موافق على البند كده والبند كده لا 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 طيب لماذا قام بالحرب هذا لن يوافق على بند إلا حتى كما يقال يعني بطلوع الروح ولن يوافق على بند إلا هو تحت ضغط المقاومة أبدا هو كل ما يجري مناورات و أقول لك بكل صراحة للاسف أن إسرائيل عبر السنوات هذه استطاعت أن تخترق وسائل إعلام عربية وأن تخترق أقلام عربية وأن تجند شخصيات سياسية عربية بل وشخصيات سياسية فلسطينية فاسدة وكل هؤلاء يتم تحريكهم مثل الدمى كما قلت لتعكير المياه الصافية إن كان هناك مياه الصافية لأن إسرائيل لا تحتاج إلى بند هي طبيعتها هكذا. لا تستطيع أن تتحرك إلا في المياه العكرة. هذا العدو هي طبيعته. وبالتالي كما قلت. هو يسعى إلى تعكير المياه بين مصر وفلسطين. هو يسعى إلى تعكير المياه بين الوفد. بين الفصائل الفلسطينية. خارج منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. يعني أقصد بين حماس والجهاد من جهة والسلطة من جهة أخرى. هو يقصد إلى ضرب إسفين وتعكير المياه. ما بين الفصال الفلسطينيين. نفسها هو كما قلت لك. بكل ما يجري الآن. يعني هو عندما ينشر إعلانات مدفوعة تقول أنقذوا أطفال فلسطين من حماس. التي تستخدمهم كدروع بشرية. هو يضرب إسفين في قلب الشعب الفلسطيني. ولذلك قالوا أستاذ نواف. قالوا نحن هذه المرة ندخل هذه الحرب فعلا. ولكن بتحالف عربي. هذا لست أنا الذي قلت. من يمين ناتنيو هو الذي قال هذا. نحن دخلنا هذه الحرب بتحالف عربي. طبعا يقصد جهات معينة. لم يسميها. طلب منه أن يذكر من هؤلاء الذين هم معكم في هذه الحرب. قال هناك أطراف عربية وزك. بحكم أن هؤلاء العرب لا يريدون الإرهاب. قالت فلسطين قالت إرهاب. هو صادق من جهة وكذاب من جهة. هو صادق بأنه دخل هذه الحرب بتحالف عربي. وهو كذاب بأنه دخل هذه الحرب لأول مرة يدخل حرب بتحالف عربي. لأن التحالف العربي في حده الأدنى بالصمت كان منذ 1948 ولغاية اليوم لو لم يكن هناك تحالف عربي مع هذا الكيان لما تمكن هذا الكيان من الوصول إلى ما هو عليه ولكن هذا التحالف كما قلنا يبدأ بالصمت وينتهي بالمؤامرة والتآمر والمشاركة الفعلية بالمعلومات بالأسلحة بكل هذا عندما نعود لسيئة الذكر هذه الجامعة العربية عندما يجتمعوا ويكتفوا بإصدار قصاصة من الورق تشدب أو تستنكر أليس هذا هو تعاون مع إسرائيل؟ والتعاون مع إسرائيل ليس شرط أنني أقول لك والله أنا معك في الخلق سيد نواف المخرج يلغط علي سنختم الحلقة فقط ما البديل ما البديل المتاح ما الخيار أمام الوفد الفلسطين لا الخيار هو المقاومة إما أن تستجيب وتستكين إسرائيل لمطالب الشعب الفلسطيني وإما أن المقاومة ستستمر هذه الأرواح التي ذهبت هذا الدمار الذي حدث هذا التضحية العظيمة هذا الصمود التاريخي لن يذهب هدرا كما قال أحد أبناء قطاع غزة دم هؤلاء مبروحي